تشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها بدورات الألعاب الأولمبية ذلك في أولمبيات باريس 2024 كما تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر حصولاً على ميداليات حيث حصدت 38 ميدالية متنوعة بأكبر عدد لها في تاريخها تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية التي تقوم في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من الـ 26 من يوليو وحتى الـ 11 من أغسطس البعثة المصرية للأولمبياد تضم 164 لعباً في 22 رياضة مختلفة بواقع 148 لعباً ولعبة أساسيين و16 لعباً احتياطياً ويحمل علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد توكيو في الخماسي الحديث وصار سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو في رفع الأثقال وعبر تاريخها الأولمبي حصدت مصر 38 ميدالية متنوعة إلا أنها لم تنجح في حصد أي ميدالية في لعبة جماعية رغم أن المنتخب الوطني لكرة اليد كان قاب قوسين أو أدنى من حصد البرونزية في أولمبياد توكيو 2020 قبل أن يخسر ويحصد المركز الرابع ويأمل المصريون في تحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات الأولمبية على اختلاف ألوانها في منافسات من بينها رفع الأثقال والمصارعة وتنس الطاولة والملاكمة وكرة اليد